حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي من احتمال تفاقم الأزمة مع أقليم كردستان ما لم تسلم أربيل المعابر الحدودية للحكومة الاتحادية وقال لعبادي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن السلطة الاتحادية ينبغي أن تفرض سيطرتها على عموم البلاد ومنافذه الحدودية غير أن الجانب الكردي بطيء في تنفيذ هذا الأمر شكرا